ولأن جرس الإنذار يمكن سماعه بمناطق مختلفة أكد قائد شرطة ميسان اللواء الحقوقي علي حسين هليل المياحي أن النزاعات العشائرية والمخدرات تحديان كبيران يهددان المجتمع الميساني فيما أشار إلى أن المحافظة تحولت من ممر لعبور المخدرات إلى ممول وأشار إلى جهود كبيرة تبذلها قيادة مكافحة المخدرات في المحافظة لمتابعة ومطاردة المتاجرين بها واضحا أن السجون تعاني من الاقتضاظ بسبب الأعداد الكبيرة من المتعاطين والمتاجرين داخلها وتابع أن وزير داخلية أوعذ ببناء مصحة لمعالجة المتعاطين وفصلهم عن المتاجرين وكذلك المحافظة خاصة مبلغا ماليا وقطعة أرض لإقامتها وجميع الإجراءات الأمنية تصب في محاربة المخدرات سواء على المستوى الأمني أو المجتمعي ترجمة نانسي قنقر